الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة المهمة والمفيدة جدا وهي عبارة عن فرض فرض الأول في مكون التراكيب اللغة العربية القسم الخامس ابتدائي نعم هنا ستمرير لقم الأول إذن التراكيب طبعا عشر نقاط أبين نوع الخبر في الجمل اسمي الآزية إذن سبق وأن درسنا نوع الخبر في الجمل اسمية قد يأتي الخبر مفردان قد يأتي جملة اسمية قد يأتي جملة فعليا قد يأتي شيء بالجملة من الجار والمجرور أو قد يأتي شيء بالجملة من الظرف والمضافة والمضافة إليه إذن سنعيني نوع الخبر مش نكتب الخبر هنا النوع دياله اللاعبون طبعا في الملعب اللاعبون في الملعب الأم تعد الطعام الأم تعد الطعام الطبيعة مناظرها خلابة الطبيعة مناظرها خلابة الحياة صعبة إذن سنحدد نوع الخبر نمر إلى التمرين الثاني نقل لنا أكمل الجمل بخبر مناسب نعم حسب طبعا المطلوب الجندي ولكن الخبر يكون جملة فعلية ماذا يفعل الجندي الخبر يكون جملة فعلية المدرسة يكون لدينا الخبر جملة اسمية القصة يكون لدينا الخبر مفرد خبر مفرد الثلاميد شي بالجملة من الظرف والمضافي والمضافي إليه إذن هنا يكون لدينا الخبر شي بالجملة من الظرف والمضافي وطبعا المضافي إليه تمرين الموالي قالوا لنا هنا أعين اسمه وخبر النواصق الفعلي في الجمل التالية إذا شو نحده هنا اسم النواصق الفعلي ثم خبره ظل المهاجر متمسكا بوطنه سنحدث اسم النواصق الفعلي وليس النواصق الفعلي ثم خبره بات المريض يشكو من الألم ما زال الفلاح في الحقري هذه جمل الأخرى ما زال الفلاح في الحقيق أصبحت طبعا الحديقة أظهارها متفتحة أصبحت الحديقة أظهارها متفتحة أصبحت الحديقة أظهارها متفتحة نعم هنا أكمل بإحدى أخوات كانت أشكل هذه أخوات كانت مع شكل جملة هنا النقاط طبيبة منشغلة بالمرضى إنتم ضروري ما تشكلوا الكلمات هنا نعم ناسخ في عصدان مكتبة القسمي ممتلئة بالقصص ممتلئة أو ممتلئة بالقصص نعم ثم عدنا تمرين آخر أعرب الجمل آتية بات العصفور في القفص بات العصفور في القفص إذن بات العصفور ثم في القفص ثم في القاس إذن إذا أردنا الجواب على التمرين الأول نعم اللاعبون في الملعب هنا الخبر هو في الملعب هنا الخبر شبه جملة من الجار والمجرور شبه جملة من الجار والمجرور الأم تعد الطعام ماذا تفعل الأم؟ الأم تعد الطعام إذن الخبر هو هذا تعد الطعام جاء الخبر هنا جملة فعلية جملة فعلية الطبيعة مناظرها خلابة الطبيعة مناظرها خلابة إذن الخبر هو مناظرها خلابة جاء الخبر هنا جملة إسمية جاء جملة إسمية الخبر هنا جاء جملة إسمية ثم الحياة صعبة الخبر هي صعبة الخبر هنا مفرد كلمة واحدة خبر مفرد صعبة بالنسبة للتمرين الثاني إذن طلبوا مننا نكملوا بخبر ولكن نطعونا الخبر جملة فعلية الجندي يحمي وطنه الجندي يحمي وطنه الجندي يدافع عن وطنه الجندي يدافع عن وطنه الجندي يضع راية بلاده على الحدود دمام شو المدرسة جملة إسمية المدرسة ما تفعل المدرسة جملة إسمية المدرسة دورها إدماج الفردي في المجتمع المدرسة دورها إدماج الفردي دماما الخبر يكون مفرد الخبر مفرد القصة ممتعة أو القصة مشوقة أو القصة جميلة القصة كذلك مفيدة والقصة رائعة وهكذا الآن سنأتي بطبعا الخبر يكون شيء بجملة من الظرف والمضاف والمضاف إليه شيء بجملة من الظرف والمضاف والمضاف إليه التلاميذ نعمل وسط ساحاتي إذن هو الظرف وسط ساحاتي التلاميذ وسط ساحاتي أو التلاميذ خارج القسم التلاميذ خارج القسم أو داخل القسم إذن يكون الخبر شيء بجملة من الظرف والمضاف والمضاف إليه نمر إلى التمر الموالي أعين اسم وخبر نواسق فعلية في الجملة التالية إذن سنحدد اسم الناسخ ظل المهاجر متمسكا بوطنه اسم الناسخ هو المهاجر هنا قيد المهاجر الخبر هنا ماله متمسكا خبر جاء مفرد بات المريض يشكو من الألميه إذن اسم الناسخ هو المريض وخبره يشكو من الألمي الخبر هنا يشكو من الألمي جاء الخبر جملة فعلية ما زال الفلاح في الحقل اسم الناسخ هو الفلاح نسجد هنا الفلاح والخبر في الحقل جاء بجملة من الجاري والمجر أصبحت الحديقة أظهرها متفتحة الحديقة هو اسم الناسخ فعلي وخبرها هنا خبر درجة أزهارها متفتيحة وهو خبر جملة اسمية جملة اسمية عنبشي هنا قالوا لنا أكمل الجمل بإحدى أخوات كانوا أشكلها طبيبة منشغلة بالمرضى ما زالت الطبيبة اسمها مرفوع ما زالت الطبيبة منشغلة خبرها منصب ما زالت الطبيبة منشغلة بالمرضى أو كانت الطبيبة منشغلة بالمرضى مكتبة القسم ممتلئة بالقصص صارت مكتبة القسم ممتلئة خبر منصوب صارت مكتبة القسم ممتلئة بالقصص إذن أعرب الجمل الآتية بات العصفور في القفص بات ناصخ فعلي ما نقول فعلي مدناقص أو بات ناصخ فعلي فقط ناصخ فعلي العصفور اسمها مرفوع بالدمة الظاهرة على أخير اسمها مرفوع بالدمة الظاهرة في حرف جر القفص اسم مجرور في حرف جر القفص اسم مجرور وشي بالجملة من الجاري والمجرور في محل نصب خبر باتة ولا شب الجملة من الجاري والمجرور في محل نصب خبر باتة ترقبوا قريبا الصرف التحويل